أهلا بحضراتكم ومساء الخير والسعادة على كل الناس اللي بتتبعنا في برنامج التسعة والحقيقة أنه الحوار الوطني هذا الحوار الناس يمكن بتعول على الكثير يعني من مخرجات هذا الحوار لأنه الحقيقة داخل جلسات الحوار بيتم منقشة قضايا ثرية جدا وقضايا الناس بتهمها من الدرجة الأول ويمكن بالتحديد على مدار الأيام اللي فاتت ومبارح تحديدا كان فيه جلسة هامة جدا داخل جلسات الحوار الوطني داخل المحور الاجتماعي أو المجتمعي على وجه التحديد وهي كانت جلسة خاصة بمسألة القضية السكانية والجلسة تحت عنوان تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية حينه يعني يمكن من أهم الأطرحات اللي خرجت منها دي الجلسة هي مسألة وضع خارطة طريق وتنفيذها لمسألة الحد من الزيادة السكانية القضية اللي يمكن على مدار السنين طول الوقت بنتكلم عنها طول الوقت بنشوف جهود كبيرة بتتعامل لحل هذه القضية إيه اللي ممكن يحصل بالتعاون ما بين الجهازين التشريعي والتنفيذي بالدولة خلينا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر عن اللي دار داخل هذه الجلسة وأهم المحاور اللي تم منقشتها معنا دلوقتي على التليفون الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين مساء الخير على حضرتك يا دكتور ومن وجهة نظرك داخل جلسة الحوار المجتمعي أمس الخاصة بالقضية السكانية إيه هي الخصائص اللي كانت على طولة الحوار الخاصة بالخصائص السكانية لمصر وإزاي يمكن توصفها والعمل عليها فيما يخص تحسين هذه الخصائص مساء الخير في البداية ويمكن أقولك إن مبارح كان يوم مهم جدا وكان في الحوار الوطني في المحور المجتمعي أنت كان عندك قضيتين مهمين جدا كان قضية الزيادة السكانية وفي نفس الوقت كان عندك قضية التعليم وهقولك إن الاثنين مترابطين جدا ببعض يعني التصرم التعليم والأمية ده واحد من أهم الروافد التي تؤدي إلى الزيادة السكانية يعني البنت اللي مش هتكمل تعلمها البنت اللي مش هتتعلم هي دي اللي هتتجوز في سنة صغيرة لما تتجوز وهي في سنة صغيرة هي دي اللي هتحمل وهتخلف كتير فبالتالي على سنة العشرين ستلاقيها مخلفة أربعة وخمسة ولو عرزين نبص النظرة أكثر عمقا للترابط ما بين الزيادة السكانية والتعليم أقولك إن أوضح بعبارة كان قالها الدكتور جمال حمدان في كتابه العبقر لشخصية مصر لما لقص حد لكل مشاكل مصر في عبارة واحدة وقال لك فتش عن السكان هو كان شايف إن المشكلة السكانية دي هي المشكلة الأم يعني هي المشكلة الأم بيقولك دي المشكلة اللي ولدت لك كل المشاكل التانية اللي عندك في مصر يعني قد يكون إن الزيادة السكانية الغير منضبطة في فترة من الفترة كانت أكثر من قدرة الدولة على بناء مدارس أكثر من قدرة الدولة على بناء فصول وتوفير مدرسين فده أقل لك جوزة التعليم فبتالي هنا تلاقي الترابط ما بين اثنين وفي نفس الوقت هو كان شايف إن المشكلة السكانية دي هي المشكلة المفتاح اللي لو حلتيها هتحل كل مشاكل مصر ويمكن خارج وصفت إن إحنا بقى فترة طويبة نقول إن إحنا 1965 تم إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة فمن 1965 لغاية دلوقتي يعني إحنا بنتكلم في فترة قرب 60 سنة الدولة المصرية فتحة الملف ده فكان من أهم الملفات اللي كان لازم يكون موجود فعلا موجود على طولة الحوار الوطني صحيح يا داكتور ويمكن يعني في عوامل كتير مؤثرة في مسألة الزيادة السكانية وإحنا هنا مش بس بنتكلم على مسألة العدد لكن كمان بنتكلم على خصائص سكانية يمكن أن تستغل إيجابيا كمان لكن إزاي وإيه العامل المؤثرة في ده حضرتك كنت دلوقتي بتتكلم عن التعليم إيه كمان إيه خلينا نقول إن الخصائص كتير ودائما إحنا بنقول المشكلة هي مش فكرة العدد هو الأصعب من العدد يا خصائص السكانية شكله المواطن ده إيه صحة تعليم المهارات الحياتية وده بيأثر يعني كله بيأثر على بعضه وخلينا أقولك إيه هو السكان واحد من عناصر هو الشاملة للدولة يعني إنك عندك سكان دينيزة بس المبدأ ده مش مطلق هو مشروط إن الزيادة السكانية ما تتجاوز تقدر الدولة على توفير الخدمات بطريقة مناسبة ما تأثرش على نصيب الفرض من الموارد طبعية بينما اللي إحنا بنتكلم عليه في مصر هي زيادة سكانية غير منضبطة يعني إحنا بنعرفنا إزاي يعني نقول الحركة إن إحنا في آخر سنة تم ولادة 2.183.000 مولود يعني دي عدد في بعض الدول اللي جنبينا دي نفس عدد السكان يعني أنا عبد أقولك إن إحنا كل سنة بنول الدولة جديدة بس بدون الموارد جديدة يعني إنتي عندك كل يوم بتولد 5.982 مولود داقر حتة المقارنات ما بين الدول دي علشان هتلاقي ناس بتسمعنا تقولك طب مصين عدد سكانهم كبير جدا جدا وبيتم استغلالها بشكل إيجابي إحنا عايزين نتكلم عن الخصائص السكانية الخاصة بينا إحنا وإنه بالتأكيد مسألة السكان لها ضوابتها وعملها المؤثرة اللي بتختلف من كل دولة لدولة هي كمان هي الفكرة بقى مش في فكرة عدد السكان هي في حاجة اسمها معدل النمو السكاني أنت عدد السكاني بيزيد بأدية وحركة دراقتي مثل بالصين أنا وقدر أقول لحركة أن معدل النمو السكاني في مصر حاليا أربع أكتر من أربع ضعاف دولة ذات الصين يعني متخيلة دولة ذات الصين اللي أنت بتتكلمي وتقوليه ده عدد السكانهم كبير هي الفكرة مش في عدد السكان هي الفكرة أنت عدد سكانك بيزيد بنسبة قدية. ليه؟ لأن كل لما عدد جديد بيزيد. مع طفل الجديد ده محتاج تطعيمات. محتاج مكان في مدرسة. بعد كده محتاج مكان في جامعة. بعد كده فرصة عمل. بعد كده مكان يسهم فيه. فأنا أقولك أن معدل النمو السكاني في مصر أكتر من أربع أضعاف دولة الصين. وحاجة كمان بها. مش فكرة معدل نمو السكاني بس. معدل نمو السكاني وإعلقته بمعدل النمو الإبصادي. يعني دايماً الصبراء يقولك أنه لازم معدل نمو الإبصادي يبقلت أضعاف معدل النمو السكاني. صحيح؟ عشان أتحدث عن جودة حيال المولود الجديد ده. مع وقلال آخر المولود ده زي ما قلت لك. تخيل أنت كل يوم بتولدي خمسة تسعمائة اثنين وتمانين واحد. كل واحد تتولد هو محتاج تطعيمات. محتاج حضانة. محتاج مدرسة. محتاج مستشفى. محتاج جامعة. محتاج فرصة عمل. محتاج سكن. متخيلة تكلفة. دي بالما رب تحس بقديك. صحيح. أو أقول هارج بطريقة أسهل. تخيل لي بدل ما احنا كنا بنولد اثنين مليون ومئة وتلسة زمانين ألف. ولدتي عدد مليون مثلا. طب ما هو كان يبقى المدارس اللي الدولة بتبنيها جديد مش بس عشان ألاحق الزيادة السكنية. لا. دي كانت حتحسل للجودة التعليم. كان كثافة الفصول تبقى يبقى الطالب قاعد في الفصل قاعد ومبسوط عشان كثافة الفصول فبالتالي ان احنا دلوقتي الدولة بتجري عشان تسابق الزيادة السكنية. فإنما لو انت تحكمت في معدل النمو السكاني هتخلي ان الانجازات اللي الدولة بتقوم بيها تحسن المواطن بجودة الخدمات. عظيم. تخليها على المستشفى. بدل ما تقول ان المستشفى زحمة وفيه مشكلة في الأسرة لا هتبدأني أسهل. بدل ما تقول ان الفصل زحمة لا ده هيبدأ الفصول الجديدة عشان تقلل كثافة الفصول القديمة. طيب دكتور عايزة عرف من حضرتك أهم الأوراق النقاشية اللي كانت موجودة داخل هذه الجلسة أو الأطرحات الجديدة اللي ممكن تحدث فارق أو تغيير في قضية معقدة زي قضية الزيادة السكانية. خلينا نأول ان تفق ان انت بتكلمة على ملف ورسنام الجيل اللي قابلينا. الجيل اللي قابلينا ورسنام الجيل اللي قابلينا. فبالتالي هو الكلام فيه الناس كان فيه إجماعة. يعني كل الناس مجمعة ان احنا عندنا مشكلة. وان احنا الدولة فتح الملف بقاله فترة طويلة. بس خلينا لو نقولها بشكل نقطة. عاوزين نأكد ان الملف ده هو مش قضية وزارة واحدة. ولقضية مجلس واحد. هو قضية شعب ووطن. بالتالي محتاجين كلنا نشارك مع بعض. هنا كلنا دي يعني قضي يكون وده كل الناس كلمين بارحة على أهمية دور الإعلام. طول الوقت مش عاوزين قضية موسمية. لا. ده احنا عاوزين فول للوقت الإعلام. بيتكلم على خطورة الزيادة السكانية. وبيتكلم بقى على الحاجة تانية وده لوزارة الصحة والسكان بركز عليها الفترة دي. اللي هو فكرة المدخل الحقوقي للأم والطفل. ان انا اشرح للأم انت هتستفيد ايه لما تنظم الأسرة. انت هتستفيد ايه انت وتفلك لما تعملي مبعدة من حمله التاني. يعني من ضمن المعلمات البسيطة انت حتى نقولها للناس. ان لوست حملت ولدت. وحملت تاني على طول يعني فترة مبعدة بين الطفل واخوه اقل من سنتين. احتمالية وفاة الطفل ده. سبع اضعاف. لو هي كتعملت فترة مبعدة اكتر من اربع سنين. فبالتالي دي معلومة. برضو من ضمن المعلومات اللي حارفين دايما في الوزارة ان احنا موصلها الناس فكرة على اسمها سلوك الانجابي على الخطورة. يعني سلوك الانجابي على الخطورة. يعني لما تحملي تحتمالية خطر عليك او الطفل. دي بتحصل في حاجة من اربع حالات. لو عمر الام اقل من تمنتاشر سنة. يعني تواقل اطفال. او عمر الام اكتر من اربعة وثلاثين سنة. يعني بتحمل وياس سنة كبيرة. او فترة المبعدة من الحملة والتاني اقل من اربعة عشر شهر. يعني اقل من سنتين. او ترتيب الطفل ده اكتر من الثالث. يعني ودت كذا عيد. انتي عارفة تبقى لنتائج المسح السحلي الاخير لمصر اللي هو عشرين واحد وعشرين. النتائج وعلانة عشرين وعشرين. سبعة وسبعين في المية من السيدات المصريات المتزوجات. عندهم احتمالية ولادة تصل بعمل خطورة للوفاة. فبالتالي جيل مع الوقت اللي احنا دميلا بنركز عليها. وزارة الصحة. الملف ده دلوقتي يأتي على اهم اولويات وزارة الصحة. وخصوصا بقى فكرة الوعي. وان احنا نخش على فكرة المدخل الحقوقي. لصحة الام وطفل. ان احنا من الحملة والتاني. لصحاتك وصحة الطفل. ودائما حتى نوصل معلومات تانية وترد بيها على خرصات واشعاة. زي ان وسائل منع الحمل هي امنة وفعالة. يعني ايه امنة? يعني ما بتجيبش امراض. ويعني فعالة. بيبقى في بعض الاعتقادات الخاطئة او المورثات الخاطئة حوالين ده. ومسألة التوعية والتطقيف بده. مهمة جدا جدا. اعتقد ان ده كمان ممكن يتم من خلال حملات اعلامية فيها كوادر الناس قبل كده. انا مش عارفة مدى تأثير ده ايه في القضية السكانية وحلها. لان زي ما حضرتك بتقول هي قضية مجتمعية متشبكة الاطراف. ولازم الناس كلها تتعاون لحلها. وانا دايما بركز بقول لحرك اهم سلاح هو التوعية. وانك انت توصالي جوه الدماغ. لقد يكون موروظ جوه الدماغ المصرية ان الاطفال عزوة. صحيح? والطفل بيجي برزقه وكلنا طول الوقت بنسمع الكلام ده. الاطفال هو تلاتة. او قد يكون موروظ في الادماغ المصرية ان انت تجيب العيال ورا بعض عشان انت تستريح بعد كده. فمحتاجة تروضي على المعتقاد دي او بعض برضو زي ما حرك لفت النظر لفكرة بقى الخرفات اشعاد. بعض الناس تقولك والله انا احنا سمعنا ان راس منع الحمل بتجيب سلطان. او بتجيب عقم. صحيح. يقول ما في شخص ما كده. راس منع الحمل امينة جدا وفعالة وبأعلى كفاءة. ويمكن عاوز اقول احريك ان كل وسائل منع الحمل في كل الوحدات الصحية والمستشفات توزع مجانا. وعاوز اقول احريك ان في بعض منها الوسائل قد تكون اصعارها غالية. صحيح. برا. يعني قد يكون اللولب الهرموني ده سعره يتجاوز الالف جنيه. او كابسولة تحت الجلد سعرها يقرب من الالف جنيه. كل هذه وسائل منع الحمل يتم توزعها مجانا. وبرضو الوزارة من خلال العادات المتنقلة بتوصل لكل النقطة البعيدة في مصر. يعني حتى المناطق النائية بتقدر يتوصلها للخدمة. وبرضو فكرة بقى الوعي من خلال بقى شغل الرائدات الريفيات وان هما يعدوا على البيوت بحيث ان هما ترفع الوعي. صحيح. بس محتاجين كلنا يشترك مع بعض. زي محتاجين الاعلام. محتاجين طول الوقت برضو خطاب ديني معاصر يرد. هل يا ترى هو الطفل بيجي برزقه. صحيح. والطفل ده هنتسقل عليه هم القيامة. حياته ايه. تعليمه ايه. اديتي حقه. اديتي الطفل ده حقه. من حب وحنان واهتمام ورعاية. صحيح. ويمكن يا دكتور دي اهمية جلسات الحوار الوطني وانه يناقش اضايا مجتمعية هامة جدا مفصلية بالنسبة للمجتمع المصري. بحضور كل هذه يعني الكوكبة من العلماء والشيوخ والاخصائين الاجتماعيين. وكل من تهموا القضية المجتمعية. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمر حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان. وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. طبعا الحينه زي ما كنا بنتكلم. كان في جلسة خاصة بالقضية السكانية او الخصائص السكانية. وزي نشتغل عليها لحل هذه القضية المتشابكة المعقدة. اللي هي موروث من سنين كتير. احنا بنشوفه دلوقتي وبنشوف تعقيداته وانعكساته على المجتمع. كان فيه كمان قضية مجتمعية مهمة جدا جدا جدا. عقدت مبارح لها جلسة. عقدة لجنة التعليم ضمن لجان المحور المجتمعي. ايضا اولى جلستها النقاشية. والجلسة كانت تحت عنوان التعليم قبل الجامعي. وايه هي الاولوية القصوى في مسألة تطوير العملية التعليمية. كان فيه مقترحات عديدة كانت موجودة داخل الجلسة. حوالين مسألة مستقبل التعليم في مصر. ازاي ممكن نطور من هذه المنظومة التعليمية. وكان هناك مقترحات الحقيقة. ومن بين هذه المقترحات ومسألة عقد مؤتمر قومي للتعليم. بمشاركة جميع المختصين وجميع الأطراف المختصين بالعملية التعليمية. حانوا يعني الكثير من النقاشات الهامة والثارية لدارة داخل هذه الجلسة. نروح مع حضرتكم للكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس حرير الأهرام العربي. وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. يقولنا أكتر اللي حصل فيه الجلسة الخاصة بالتعليم قبل الجميعي. بسأل خير على حضرتك يا أستاذ جمال. وحانوا قضية التعليم قضية مفصلية وهي مفتاح لحل الكثير من المشاكل أو أغلب المشاكل في المجتمع المصري. فبالتأكيد كان نقاش سري وأطروحات مهمة جدا جدا على طاولة الحوار الوطني. أهلا بنتكلم عن حوار هو الأول من نوعه في تاريخ مصر الحديث. شاهدنا 24 جلسة في الإسبوعين. كل جلسة على الأقل شارك فيها من مئة متحدث ومقدم مقترح ومشروع في كل محور. يعني خلينا نوسع المناقشة. نوسع الرؤية بشكل أوسع. ونقول أنه يعني كرائتنا للـ 24 جلسة شكلهم إيه؟ وهل نجح الحوار ولا لا؟ المبشرات الأولية للإسبوعين شكلهم إيه؟ في الحقيقة أنه يعني استمار هذين الإسبوعين فقط التوقعات. فقط التوقعات من الجميع من جميع المشاركين. حدثك عارفة والسيدة المشاهدين عارفين أنه المشاركين في الحوار من مختلف الأطياف السياسية والقوة السياسية معارضة ومؤيدة وأحزاب وحبارات ومتخصصين وأساس الجامعات. وناس يعني كل له ثقلوا في مجاله وتخصصه. وهنا كان فيه اختبار حقيقي لقدرة كل هذه الأطراف على إدارة الاختلاف. على إدارة الاختلاف في وجه النظر. ونجح الحوار في ذلك. يعني إذن هذه المبادرة مبادرة صحية سليمة مهمة ليس فقط الحاسسية والنقاش الاقتصادي والنقاش المجتمعي وتقبل الآخر. وما فيش خطوط حمراء. كل واحد يتكلم يعني كلمته كاملة. احترام الرأي والرأي الآخر. ترسيخ الثقافة دي من خلال هذه المبادرة وهذا الحوار خلال الإزوارين الماضيين ده خطوة ومكسب كبير جدا. نقطة مضيئة جدا يا أستاذ جمال لأنه مسألة إدارة الاختلافات زي ما حضرتك سمتها. ده شيء مهم جدا أنه نكون عارفين نناقش اختلافاتنا واحترام الرأي والرأي الآخر. مش بس نقاش القضايا اللي هي قضايا توافقية وما فيش عليها خلافات زي قضايا زي التعليم مثلا. ما أنا أقول له حضرتك على حاجة. التوافق مش معناها الاتفاق بالمناسبة. التوافق هو عندك رأي وأنا عندي رأي. طبعا تكون المساحات مشتركة في النقاش ومش بالضرورة يحصل اتفاق على رأي واحد. يعني مش بالضرورة أن الجلسة تنتهي برأي واحد. الحوار معمول على كانت أطراف مختلفة. طالما فيه حوار يبقى فيه أطراف مختلفة في وغات النظر. لأنه لو ما فيش أطراف مختلفة في وغات النظر طب ما تدعي للحوار. وبالتالي هنا التوافق هو اخترابه بهذه النظر. مساحات مشتركة ما بين الأطراف. وبالتالي ده نعكس لكل الجلسات. هروح لك ليه التعليم اللي حضرتك مهتمة بيه. التعليم زيه في النقاش هو مهم نهن الناس زي الأكل والشوب في البيوت. نهن كل أولئة الأمور. يعني ده يعني التعليم ده هو يعني أنا في تصوري بيستهلك 90% من الحديث داخل كل بيت مصر كل يوم. أيضا من الانفاق أيضا. يعني ملفه مهم وقضية مهمة. وبالتالي كان طرحها يعني لن ينتهي في جلسة أو جلستين. بتأكيد. مفتوح. يعني كان هناك حرث شديد. الجلسة أنا حضرتها من ساعة 11 لغاية الجلسة الثانية من ساعة 8 ونص تقريبا. ويعني كان حالة استمتاع بالرؤى والأفكار ما بين الحديث في كل مراحل العملية التعليمية. من كسافة فصول من توسيع مدارس من تحديث تكنولوجي للمدارس من إعادة النظر في أوضاع المعلمين. وحضرتك تحدثت بالتحديد على مسألة أوضاع المعلمين دي خلال الكلمة. أنا تحدثت شعلا لأنه مطالبات كثيرة جدا بالنظر إلى أوضاع المعلمين المالية. وأوضاع المعلمين وتخديث المعلم وأوالآخره. وأنا في الحقيقة قلت ده على عين وعلى رأسي. على عيني وعلى رأسي ومع هذا تماما وأنا شخصيا مع أي شيء إيجابي للمجتمع بشكل عام. لكن سؤالي كان طب ما هي حقوق التلاميذ والطلبة أولاء الأمور عند المعلمين السهم؟ ما الضمنات التي تحمي حقوق أولياء الأمور والطلبة والكلاميذ لدى المعلمين؟ لأنه وشرح بفكرة أن المعلم في بعض المدارس المعلم ما بيشرحش. فبإذا إيه الألية الحاكمة التي تخلينا نضبط؟ يعني الأليات ضبط الأداء المعلم. فيه معلم بيشرح مادة ليش بتاعته. فيه بيحصل. فيه مدارس بتجديد بتعين ناس تحديدا لمدارس الخاصة في غير تخصصهم. وبالتالي هنا إذا كان المعلم كأنصر مهم جدا في مراحل النهوض بالتعليم فقالبا علينا وضع أليات حكيمة للمعلم. لأنه طب المعلم لو يعني يعني هو فعلا يستحق أنه يعاد النظر في أمو المالية وأمور. لكن أيضا لابد من إعادة قواعد وأليات تضمن انضباط المعلم في العهدية التعليمية علشان نقف عند فكرة أو نحذر الدروس الخصوصية لأن المدارس ما بيشرحش بس مجغول بدروس الخصوصية أنه المنهج ما بيشرحش كويس لأنه هو مستعجل وممكن ما يكونه متخصص فيه لأنه هو هناك الجودة الشرس يعني الحاجة ما بتاخدش حقها المنهج وبالتالي ده تأثير يعني كان ده جزء من الكلمة اللي أنا قلتها لكن في طرحات كبيرة جدا ضربت مثلا مثلا بالستراتيجية تعليم اللي كان وابعها الوزير محمود أبو الناصر وهو مقرر مساعد لجنة التعليم ودي بصراحة لم تأخذ حقها وطلبت بعودة إليها والاتفادة منها لأن كانت استراتيجية شاملة طبعا هنا يعني تجلى الرأي والرأي الآخر في هذه الجلسة ما بين ما بين يعني لدرجة أنه فيه ممثل الحزب الشيوعي مازحا قالك أنا أول مرة أتفق في رأيي مع ممثل الجامعة الأمريكية يعني طبعا بالتأكيد الشيوعية الأمريكية وبالتالي أنا بدلل لإيه هنا الكلام حتى عشان يبقى واضح بدلل على إدارة الاختلاف في منتهى الرقي والالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة ومن ثم الوصول إلى إيه إحترام كل الأراء كل هذه الأراء في النهاية سيتم بلورتها وصياغتها من خلال ورش خلال يعني العيام المقبلة إحنا الأسبوع اللي جاي عندنا آآ يعني مفيش جلسات للفوار الوطني عندنا آآ مجلس أمانا هنشتهد ممكن أسبوع بعد ذلك عندنا مجلس أمانا لأنه الجلسات الأربعة وعشرين النتاج والمخرزات بتاعتها محتاجة بلورة طب البلورة دي بتيجي عن طريق ورش صغيرة تشارك لها كل الأطياف السياسية وكل الألوان السياسية طيب هذه الورش ما ينفعش تنعاقد معها في نفس توقيت الجلسات نعاقد الجلسات الرئيسية فلازم يبقى فيه فصلة يعني علشان نقدر نرفع النتاج والمخرزات أولا بأول إلى السيد الرئيس لأحلاكها إلى مجلس النواب إذا كانت تحتاج إلى تشريع أو إلى الحكومة إذا كانت تحتاج إلى قرارات تنفيذية الحديث كمان عن مجلس خاص بالتعليم والتدريب ده يعني المجلس الوطني للتعليم والتدريب للرئيس يعني أصدر توجهاته للحكومة لأحالته للحوار الوطني وبصراحة دي عاوزة جلسات لأنه الموضوع مهم لكن الرسالة هنا أن أستاذ الرئيس مهتم جدا بالحوار الوطني بيدعم الحوار الوطني بيشرك الحوار الوطني في القوانين قبل أن تصدر احترام لإدارة الحوار والمشاركين في الحوار ثقة أيضا في الحوار الوطني وبالتالي يعني الإدارة الحوار حريصة جدا على يعني تقبير الرئيس وتقبير الحكومة وستشارك أطراف من الحكومة مع المجلس الأمانية مع إدارة الحوار مع كل المتحورين من مختلفة بالتالي السياسية وستعقد أكثر من جلسة لمناقشة هذا المجلس وتفاصيله وبنوده التي نص عليها ويتم الرد على الحكومة الحالة دي مش من المرة الأولى أنه سيد رئيس عبدالفتاح السيسي يعني يرسل قانون ما أو يعني الخاص دلوقتي بالمجلس الخاص للتعليم والتدريب لمناقشته داخل أرواق الجلسات القاصة بالحوار الوطني لكن كمان كان هناك استماع من السيد رئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان هناك حديث عن القانون الخاص بالإشراف القضائي على الانتخابات فده اندل على شيء دل على مدى الاهتمام الشديد بالحوار الوطني الثقة فيما يحدث داخل أرواق الجلسات القاصة بالحوار الوطني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع بعد كده نكمل كلام طرحنا برضو في نفس الصدد إن إزاي ريادة الأعمال تكون على مائدة التعليم الفني ويكون في مكون ريادة الأعمال في مختلف المدارس أنا دلوقتي لو أنا بعرف أعمل مهارة معينة أو صنعة أو حرفة إزاي أطور الحرفة دي وخليها تبقى مصدر داخل لي ويبقى وهو ده خلاص لو أنا مفيش في عيب إن أنا أكلف حد أو في نقص في الوظائف خلاص ريادة الأعمال تقدر تغطي النقطة دي وتقدر تعلم الطلبة إزاي من اللي بيدرسوه بيقدروا يطلعوا مشاريع وتبقى مشاريع مبتكرة ومهمة حسب متابعتي للنقاشات واحد هناك طلب متكرر أو هناك تبصر لضرورة استقلال المجلس القومية وتحديداً المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة وإدباها لرئاسة الجمهورية على غرار قومي للمرأة وعلى غرار القومي لحقوق الإنسان حتى تتمكن هذه المجلس من العمل على ملفتها وإن هي تتحرر ويبقى عندها استبصار لستراتيجيتها وتقدر تلاقي حد كمات تتابعه وتقيمه لازم لازم نراجع وضع التعليم وضع الصحة الخدمات اللي بتقدم للشباب تمكين الشباب من ناحية رياضة من ناحية فرص عمل من ناحية تأهيل الشباب زاوي الإعاقة وزاوي الهمم الثقافة العامة والممتجات الثقافية التماسك والأسر الأضاية السكانية كل الحاجات دي هي اللي بتشكل مصر الحاضر والمستقبل وأعتقد أن التعاطي معاها بشكل منفتح وجريء من أكتر متطلبات الفترة الحالية المحور الاجتماعي على قد ما بنقول التحديات اللي عندنا إيه لازم نبص جمان للفرص اللي غاية يعني الشباب الهوية المصرية إحنا فين من الحفاظ على هذه الهوية وترحم مقترحات للحفاظ عليها بس تكون دايماً مقترحاتنا بتخاطب الواقع بتخاطب الوضع المتغير للعالم ما نتكلمش برؤى يمكن ما ينفعش نطبقها دلوقتي حتى في التعامل مع الشباب وتمكين الشباب وتأهيل الشباب وتدريب الشباب حتى وإحنا بنتكلم في ملف التعليم أنا يمكن النهاردة أكون يعني شايف أني في رؤية وإحنا بنتكلم عن دودة التعليم لا نغفل أهمية التربية مع التعليم لأن التربية هي تقويم الشخصية اللي هتتعلم الانتماء والهوية المصرية داخل جزء منها في التعليم يعني إحنا لو بنتكلم على قوة الدولة الشاملة أو مفهوم الدولة وعناصرها أساساً الدولة عبارة عن أرض إقليم وشعب وحكومة أو نظام فإحنا بنتكلم في السكان هو الشعب هو الشعب اللي بيقتن البلد ذي وبالتالي هي قضية مهمة جداً وهي قضية مجتمعية وعشان كده تم مناقشتها في المحور المجتمعي وده يعني كان اختيار موفق جداً لأنه أي قضية مجتمعية مش بس القضية السكانية أي قضية مجتمعية بتبقى مركبة جداً لها أبعاد كبيرة يعني لا يمكن تنحصر في بعد واحد إحنا عندنا فيه إشكالية كبيرة حصلة حالياً في المجتمع المصري اللي هو خروج بعض التخصصات من سوق العمل ودخول بعض التخصصات الأخرى إلى سوق العمل وده محتاج تفنيد ونقول زي كده للمهن اللي موجودة والتخصصات بمعنى مثلاً أنا أخريج كلية التربية خصم اللغة الفرنسية كل سنة كلية التربية بتطلع في اللغة الفرنسية مثلاً عشر تلاف خريج هل سوق العمل يستغل هذا الكامل؟ ولكن أنا محتاجة أفتح مثلاً لغة سينية لغة ألمانية لغات تانية موجودة يكون من شأنها مربوطة بسوق العمل أهلاً بحضراتكم من جديد الحانو بنتابع بشغف والحانو المصريين بيتابعوا لأنه في تكريمات لكوادر مصرية كبيرة بتحصل في الدورة الـ 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب واللي هو وجهة ثقافية عالمية رائدة في صناعة النش واللي بتستمر فعلياته من يوم 22 لحد يوم 28 مايو في مشاركة تقريباً 85 دولة داخل المعرض وقلال الأيام اللي فاتت شفنا فعليات عديدة خاصة بالكتاب وخاصة بكل المبدعين والفنانين والكتاب المصريين يمكن تابعنا لقطات من ندوة الفنان أحمد أمين وكان معاه الفنان كريم فاهمي وكمان كان فيه تكريم للنشرة فاطمة البودي بفوزها بجائزة الشيخ زايد الكتاب وكمان تابعنا جميعاً وسعيدنا جميعاً للموسيقار العظيم عمر خيرت بجائزة شخصية العام الثقافية وناس تبعت بشكل كبير جداً جداً هذه الفعالية واحتفلت بيها على مواقع التواصل الاجتماعي وشفنا الصور وشفنا الفعاليات اللي بتحصل هناك وحانه بنسعد بكوادرنا المصرية اللي هي قوة مصر النعمة بوجودها في كل دولة عربية وفي كل دولة أجنبية لأنه بالتأكيد ده حضور مصري مشرف يهمنا جميعاً بكرة بإذن الله كمان فيه فعاليات مهمة داخل المعرض فيه احتفالية بعنوان مبسوطين ودي بيحييها الفنان الكبير علي الحجار كمان دي جاية لإحياء سيرة الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنوتي خلنا نروح مع حضراتكم فيه قراءة كده عن كل تفاصيل اللي بتحصل في المعرض والحياء بالتأكيد كمان التفاصيل الخاصة بي المشاركة المصرية دلوقتي معنا على التليفون من أبو ضبي الكاتب محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم مساء الخير عليك وبالتأكيد يعني وجودك فيه معرض أبو ضبي للكتاب مليء بالمتعة والبهجة وأجواء ثقافية ووجهة ثقافية مميزة جداً في أبو ضبي مساء النور يا هدير وشكراً جداً على تضافتي وبحييكي على المقابلة اللي انت والتيها فعلة اللخصت كل حاجة حصلت في المعرض أنا عايزك تنقل لنا الأجواء هناك إحنا يمكن من أبرز الحاجات اللي إحنا تابعناها على السوشيال ميديا كان تكريم الموسيقى رأي عمر خيرت وإنت عارف بالتأكيد أبدأ المصريين بيحبوه والاحتفاء بيه حاجة غالية جداً جداً على قلوبنا هو أنا من حسن حظي إن أنا موجود من الأول يوم إحنا النهاردة اليوم الخامس الصورة بشكل أصبر والزاوية تبقى متسعة يوم الأربع تحديداً لكن يوم مصري دي كانت ثلاث ندوات متتالية في أجواء مصريين واقدر أقول من دي بعد ما أنا كمان محتل حد يوم مصر ومكملين لسه بقت إنه أدوات الفنان عمر خيرت وإنه أدوات الفنان أحمد أمين كانوا أكثر ندوات المعرض حضوراً لأن الإقبال عليهم كانت فيه كتباً من كل كمسيات وطبعاً أكيد المصريين الموجودين كانوا مهتمين في الحضور الزخم المصري موجود على طول الترخيب في الناشرين المصريين والكتاب المصريين والفنين المصريين واضح كتباً فيه بعض الحاجات يمكن ما بتبانش على السوشيال بيجي أول بأول إنه هنا دوات كتيرة يهمة اللي بيجرها إعلامين مصريين يهمة المتحدثين من الجدباء والكتاب المصريين يعني زي الأديب طاري إبام النهاردة كان معنا الأديب أحمد مراد كمان كان موجود في أول يوم النهاردة مثلاً الأديب الكبير إبريم عبد المجيد كان عندنا ستواسعنا جيدة للغاية أنا كمان ملاحظ أستاذ محمد أنه فيه حضور من مختلف الأعمار في الكتاب حضرتك كنت بتتكلم عن كتاب شباب زي أحمد مراد ودرواتي بتتكلم على ندوة أخرى يعني لإبريم عبد المجيد فيه حضور مكثف من كل الأعمار من الكتاب المصريين بالتأكيد ده السؤال المهم لأنه بيرد على اللي بيقولوا إنه القوى النعمة المصرية كانت في الأجيال القديمة ومش مقولة في الأجيال دي لا كل الأجيال ممثلة هنا فيه دور نشر مصرية ناشئة موجودة يعني عليها إقبال عايز أقولك مثلا إن فيه من النشرين المصريين هم المسؤولين عن البرنامج اللهني اللي بيصطديه في كل النشرين العرب وإن العرب اللي موجودين في المعرض إذن الوجود المصري زي ما بنسمع يعني طبعا في الترحيب المستمر من إخواتنا هنا في الإمارات وفاوضافي تحديدا إنه قد إيه الوجود المصري مهم بالنسبة لهم والشخصية المصرية لازم تبقى موجودة وأنتقل كمان تكريم عمر خيرت تحديدا لو شفنا الفيديوهات اللي عمر خيرت كان بيعزر فيها لايب بعد الندوة بتاعته نشوف حجم الاحتفاء وإيه المصريفة المصرية كانت يعني فرضة نفسها بالأكيد ده شيء جيد جدا وبيدول على إنه الثقافة مش كتب فقط لا كتب ودراما ومصريفة والوجودنا في هذه المحافل أكيد بيأكر على إنه هذه المحافل لا تكتمل إلا بالوجود المصري طيب إحنا كمان بنتكلم عن فعالية غدا في اليوم السادس وحفلة خاصة بالمطرب يعني محبب لقلوبنا كلنا علي الحجار احتفاء بشعرنا الأبنودي بتتبع إزاي ده والنس يعني إزاي فيه إقبال على الحفلة دي أحكي لنا كده للكواليك أولا إقبال لدرجة إن إحنا وإخواتنا الإماراتيين كده بنتوسط إحنا كلنا بنتوسط عشان إيه دعوات أو تذاكر لإن التذاكر خلصت رغم ما هي أفعارها مستفعة هي معمولة في المؤسسة الثقافية هي خارج المعرض بالتالي كله عمال بكرة بساعدت لأنه كنانا راحين إليه أو راحين معات مهم فكمان عشان الاحتفاء بالشعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي ووجود ابنته أيا الأبنودي وأرمالته الإعلامية الكبيرة فالحدث يعني متكامل ولا يسا حدث جنائي فقط إنه جنائي شعري وأنا عجبني أول عنوان اللي سنبه اختياره يعني أعطاكم هو عنوان على الحفلة تحت اسمه مبسوطين يعني هي تبقى كون إنها تحق في آخر اليوم وفي النص عمر خيرت فمعناه إنه الوجود المصري مستمدت طول السبعة أيام بتاعت السؤال المعرض والجوائز المصري خليتها برضو من الأمورات الشيك زايد برضو كان لها تأثير بارز صحيح ويمكن مسألة كمان إنه زي ما أنت بتتكلم حضور مصري بارز إحنا بنتكلم على يعني موسيقار بحجم عمر خيرت مجاش زيه ثمين وفنان بحجم عمر الحدار صحيح صحيح فمشاركة مصرية قوية جدا 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 حاجة تسعد وتشرف الحية عايزة كمان أسألك على يعني المبيعات الخاصة بالكتب لأن احنا بنتكلم عن معرض هام جدا في مسألة صناعة النشر لو تحكينا أكثر عن الأبواع والله هو الأبواع متزايد بالتمرار خصوصا في الويك انت زي أي معرض لكتاب طبعا يعني كله هنا بيقول إنه صعب إنه يذكارن أي معرض عربي في معرض القاهرة اللي هو الثاني أكبر معرض في العالم لكن أنا لاحظت اهتمام كتير بدعم الشباب والأصفال إنهم يجبوا يشتروا كتب وفيه أنشطة كبيرة لهم كمان كل الجنسيات موجودة دي نقطة مهمة جدا إنه كل الجنسيات والمرأة الإماراتية وشكل عال فيه وجود كديد لهم فيه كمان أنشطة يمكن إحنا بيش متعودين عليها في المعارض فيه نشاط مثلا لثقافة الصهر ففيه كل يوم شيف بيجي يعمل أكلة قدام جمهور المعرض فيه يعني هاري بوطر معمول له جناح واحده حاجات الأصفال برضو جميلة تشكع المعرض يعني فيه إجمع أنه دورة متميزة بالمقرب بمعارض أخرى حضرتك مشارك بكتابين في المعرض مدينة المليون رأي مدينة المليون رأي وفلسفك البلوك وأنا كنت سعيد طبعا أن الفرنامج يهتمل فيها في اعتبار إعلامي مصري وصحة مصري وفضلت الفعاليات يوميا على الشمش الميديا وعلى المنصة يعني أعلام دوت كوم أنا بشكرك شكرا جزيلا أنا كنت سعيدا أن أنت معانا من أبو زوبي وبشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع أعلام دوت كوم شكرا جزيلا على وجودك معي نروح مع حضرتكم لموضوع تاني وطبعا تويتا الناس تفعلت معاها بشكل كبير جدا 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 وهي تويتة نجمنا محمد صلاح ونجم نادي ليفربول الإنجليزي والتويتا كانت فيها شكل كبير من التشاؤم والإحباط وهو كتب عن خيبة الأمل اللي هو حاسب بيها بسبب عدم تأهل ناديه لدوري أبطال أوروبا في الموسم اللي جاي لأنه ما بقاش موجود ضمن الأندية اللي احتلت المراكز الأربعة في الدوري الإنجليزي حيانه صلاح كمان قال في التويتا بتاعته على حسابه في تويتر إنه محطم تماما بنعرضها لحضراتكم هو وإنه ما فيش أي عذر على الإطلاق لده وإنه كان عندنا كل اللي إحنا محتاجينه للوصول لدوري أبطال أوروبا العام المقبل ولكننا فشلنا نحن ليفر بول وتأهل البطولة ده لحد الأدنى بالنسبة لنا خذلنا أنفسنا وخذلناكم تغريدة صلاح طبعا قلبت الأوساط الكروية الإنجليزية والأوروبية مبارح وخصوصا أنها جت في توقيت في أقويل كثير عن مسألة رحيل قائد منتخب مصر عن صفوف ليفر بول بعد فشلهم في إتاهه لدوري الأبطال خلينا نروح مع حضراتكم في قراءة لهذه التويتر والوضع نجمنا محمد صلاح مع نادي ليفر بول الإنجليزي معنا دلوقتي الناقد الرياضي وسيم أحمد مساء الخير عليك وإزاي استقبلت تويتر محمد صلاح مبارح وخروجه وخروج نادي ليفر بول من دوري أبطال أوروبا الموسم القادم مساء الخير عليك أستاذ هدير وعلى كل مشاهديك في كل مكان يعني طبعا كلنا شوفنا تويتر محمد صلاح وانطباع عنها طبعا هي صلاح دلوقتي بيمارس نوع من أنواع دوره كقائد في الفريق دلوقتي يمكن احنا عارفين بقالنا فترة أن ليفر بول مش بيمر بأفضل فتراته كان متوقع من فترة طويلة أن ليفر بول يخرج من سباق التأهل لدور الأبطال أوروبا ولكن في الأسبوع الأخيرة حاول يورجن كلوب ورجالهم يتدركوا الموقف ويعودوا مرة تانية لكن زي ما بقول في الآخر فشلوا ومحمد صلاح زي ما بقول أنه هو بيحاول أنه هو طبعا يمارس دوره كواحد من قائد الفريق لأنه طبعا دلوقتي يعني يعتبر واحد من أقدم دلوقتي أعمدة ليفر بول هو محمد صلاح بعد طبعا رحيل عدد من النجوم كان فيها بعد كده طبعا ساديو مانير دلوقتي خلاص أعلن ليفر بول عن رحيل كمان أربعة من نجومه زي فرمينيو زي نبي كايتا زي جيمز ميلنر فبالتالي طبعا دلوقتي يعتبر صلاح واحد من الكبات في الفريق وبيعبر طبعا وبيعتذر للجمهور بصفته واحد من قائد الفريق ومن أكتر العيبة اللي بتحط عليهم الجماهير أمان كبيرة جدا في قائد الفريق نحو الوصول للشامفينز طيب شايف ازاي وضع محمد صلاح مع ليفر بول وهو الحديث عن ناس كتير على مواقع التواصل الاجتماعي بالطالب صلاح انه يرحل عن ليفر بول وانه دلوقت يعني المزبوط بالنسبة له انه يرحل عن ليفر بول وانه يبحث عن نادي آخر وانه يعني بالنسبة للإخفاق اللي حاصل لليفر بول في الدوري محمد صلاح ما يتحملش مسئوليته وحديث عن مشاركاته مع ليفر بول احنا بنكلم عن خمسين مباراة سجل فيها تلاتين هدف وصنع خمستاشر هدف محمد صلاح يعني برغم الموسم سائق لليفر بول لكن صلاح هو افضل لعب في ليفر بول هذا الموسم بالاحصيات وبالأبقام زي ما ذكرتي وساذا هديرت المطالبات طبعا ناس بالطالب محمد صلاح بالرحيل بعد عدم التأهل للشامفينز ليج وده طبعا ناس بتحبه وبتعشق محمد صلاح ما تحبش انها تشوف صلاح غايب عن الشامفينز ليج لكن لو تسأليني انا توقع استمرار محمد صلاح مع ليفر بول لانه كمان ليفر بول هو اللي صنع نجومية محمد صلاح اعتقد انه صلاح صعب انه هو يسيبهم في الوقت اللي هم يعني محتاجينه فيه او وقت الدروك بما يحصل ما اعتقدش انه صلاح هيفكر بالشكل ده انه هو يرحل عن صهور فريق خاصة انه شوفنا كمان من حوالي شهرين تقريبا كان فيه تويتر لوكيل اعمال او الوكيل اعمال محمد صلاح اتكلم وقال على برضو فكرة انه لو الفريق ما تأهل في الشامفينز ليج صلاح هيرحل نافع الكلام ده تماما وقال انه احنا بنفكرش بالشكل ده فاعتقد زي ما بقول صلاح هيكمل في ليفر بول الموسم القادم برغم الغياب عن الشامفينز ليج ويمكن صلاح دايما بيتحدث عن مسألة انه يعني ما يهموش الالقاب الشخصية او الجوائز الشخصية وانما اللي يهمه الفريق لكن في وضع ليفر بول ازاي صلاح ممكن يحدث الفارق معه يعني انت ذكرت عدد من اللعيبة كمان اللي رحلوا غير ساديو مانيو وغيره فوضع صلاح مع الفريق دلوقتي ممكن يكون عامل ازاي يعني بتبقى فيه دلوقتي الوضع الحالي تبقى فيه امال اكبر على محمد صلاح في الفترة اللي جاية وانا اعتقد انه ليفر بول حاليا في مرحلة احلال وتجديد فيه نجوم ظهرت هذا الموسم او تعاقلات جديدة تعاقد معها ليفر بول هذا الموسم زي دارو نونيز اللي يسا ما دخلش في بوطقة الانتجام مع الفريق اعتقد الموسم اللي جاية هيكون فيه انتجام اكبر بالنسباله مع ديجو جوتا مع محمد صلاح فاعتقد ان صلاح هيكون دوره اكتر كقيادة فيه الفريق في الموسم القادم وهيكون برضو يا ظل ان شاء الله هو النجم الابرز في السريق الموسم القادم واتوقع ليفر بول بشكل مغير تماما الموسم القادم بقاية محمد صلاح ان شاء الله وكان هناك حديث ليورجن كلاب المدير الفني ليفر بول عقب التويتر بتاعت محمد صلاح وانه مش متشائم بالشكل ده ومش شايف الصورة بالشكل ده وانه عندنا فرصة تانية ده حقيقي ده حقيقي وهو اتكلم فعلا بعد تويتر محمد صلاح ويورجن كلاب دايما معروف ان هو واحد من المدربين اللي دايما عندهم نوع من انواع بيعرف ازاي يتعامل مع الضغوطات وبيعرف ازاي يتعامل مع العيبة ودايما بيبع عنده نوع من انواع النظرة الايجابية دايما فده المعروف عن يورجن كلاب ان هو دايما بيطوي الصفحة وبيعرف على طول يستغل راجل عملي جدا وعشان كده ده كان تصريحه النهاردة بعد تصريحات محمد صلاح وقال ان الموسم القادم يعني طبعا هكيد هكون افضل ليفر بول انا بشكرك شكرا حتى تتكلم عن غياب الفريق عن الشامفينز ريج وقال انه ما عنداش مشكلة ابدا ان احنا ما يلعبش يوم الثانية والاربعة في الشامفينز ريج هنلعب يوم الخميس عادي جدا وهتستمر للحياة انا بشكرك شكرا جزيلا الناقض الرياضي وسيم احمد شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا نروح مع حضرتكم دلوقتي الفاصل نرجع بعد ونستكمل فقراتنا خليكوا دايما معنا اهلا بحضرتكم من جديد الحقيقة في الفترة دي من كل سنة يعني كل البيوت المصرية بيكون شغلها الشغل هو السنوية العامة ومتحنات السنوية العامة وبتلاقي حالة من الترقب والقلق والناس بتارت خلاص يعني تعلن حالة التوارئ داخل البيوت المصرية علشان عندنا حالة سنوية عامة قريبهم يبتدوا بقى مفيش زيارات مفيش خروج الناس قاعدة كلها في معسكرات للمذاكرة الناس كتير بتبقى شايفة ان الضغط ده ممكن يكون لي نتيجة مؤثرة على الامتحانات ونقدر نحصل اكتر الناس بيكون ليها رأي مختلف وليها طريقة مذاكرة مختلفة احنا الحقيقة يعني قلنا نتكلم كده مع ناس خادوا التجربة ونمشي بمبدأ اسأل مجرب وروحنا الحقيقة للأوائل عمر وائل محمد الأول على الجمهورية علم رياضي علم رياضة وكمان سهيلة علام السادس على الجمهورية أدبي مساء الخير عليكم نورنا نور لما نتكلم مع الأوائل بيبقى كل اللي في دماغنا هم كانوا بيذكروا ازاي يعني هم عملوا ايه علشان يكونوا من أوائل السنوية العامة والروجيتة اللي ممكن تكونوا ماشيين بيها طول السنة علشان في الآخر تكونوا من أوائل السنوية العامة نبتدي مع سهيلة اوكي اعتقد ان اهم حاجة في السنوية العامة تقريبا ان احنا ننظم وقتنا كويس قوي ان احنا ما نركمش حاجة علينا احنا نحاول على قد ما نقدر في الوقت اللي احنا ممكن نكون مضغوطين فيه ان احنا نرتب أولوياتنا عشان نعرف نقدي فعلا صحه ويعني نبقى عارفين ان السنة دي فعلا سنة تقيلة فنستحملها مع بعض كده ايوة يعني انت مثلا كنت ببدأ ده من أول السنة ولا شهر الابن الامتحن ده دي تقوس مختلفة لا بسي هو أول السنة بالزبط بالزبط كنت حطرول ان هي تكون زي آخر السنة يعني هو الرتم يبقى واحد طبعا في الاخر بنشد اكتر بكتير بس يعني المهم ان انا ما اقعش في النص حتة ان ممكن لو اقعت في النص دي تخليني ابقى مستدقل الموضوع في الاخر فبس لا هو الرتم لازم يكون واحد من الاول للاخر طيب دي سهيلة ودي المدرسة الادبية خلينا اروح لك بقى باش مهندس واتكلمني كده ازاي كنت بتعدي مرحلة الامتحانات دي وخصوصا الشهر اللي قبل الامتحانات وانا اعتقد انه ده بيبقى يعني اهم شهر في السنة كلها هو فعلا اهم شهر اللي ان يعني في الاخر انت بتاخد اللي انت عاد بتبنيته للسنة فكتت مركز يعني على اكتر حاجة ان انا ما وطرش نفسي عشان ما ضيعش مجهودي وتعبي بالتوتر لان فيه ناس بتيجي في اخر شهر توتر او جوه الامتحاني توتر ينسى كل هو عذاكره ويخش ينسى كل حاجة فلازم يبقى هادي وياسك في ربنا انه هو مش ها يضيع تعبه اللي تعبه طول السنة وما يخليش يعني يكون بيفكر ان الامتحانات دي هي اخر الدنيا يعني انا كنتش بفكر في كده بس فعشان كده كنت داخل على امتحانات هادي وشهر طب وما لكنت بتفكر زي كنت شايف مرحلة السنوية العامة دي ايه وامتحانات السنوية العامة اللي هي بوعبع بالنسبة الناس كتير كنت شايفها ايه كنت شايفها يعني مش هقول يعني سنة زي السنة لان هي فعلا مهمة بس كنت شايفها عادي يعني انا عملت لعليا وانا مذاكر وعارف مذاكرتي عاملة ازاي وعارف انا ادائي فين في الامتحانات لحالتها قبل كده فكنت داخل متطمن شوي والبيت كان بيتعامل ازاي مع حالة الطمأنينة اللي عندك دي هو الصراحة محدش فيهم في البيت خالص كان بيضغط علي في حاجة كان كلهم يعني ريلاكس محدش كان لوه متوتر اوي عشان برضو كنت ايه هم شايفيني بذاكر وكده فما فيش حد لوه كان بيعض يقول لي زاكر 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 فانا كنت يعني مسبق كانوا زاي بيناك معتمد علامتك عندهم موسيقى طب سهيلة البيت كان بيتعامل ازاي مع شهر الامتحانات ودخلة الامتحانات دي لا لا استراحة مامتي بابايا كانوا دايما دايما بيستفورت اللي انا بعمله يعني هما بجد وقفوا جنبي اوي محدش يوم كان بيضغط علي باي طريقة هو ايه الدعم صحيح ايه طريقة الدعم عشان الاهالي لما يسمعوا ادعانوا طيب انا بأكلوا وباخدوا بالي منه ايه الدعم اللي انت بتبقى محتاجينها في شهر الدي اكلوا دي حاجة مهمة جدا بجد يعني ان كنت بقعد ويخشيلي عن مكتب احلى اكله ودي كانت احلى صراحة بحياتي ايوه انا شخصيا احلى اكل كانت كنت في السنوية العام بس لابتو كانت احلى اكل فلا يعني الدعم اللي هو لو انا مكتب بجيب درجة وحشة كنت روحة الاقي لو اقعدوا عايق لماما وتبتقول لي خلاص تمام انت عماتي اللي عليكي شوفي ايه اللي نقص شوفي بنسبة الدنيا مع بعض اللي بكتب صراحة بتحسيني باي ستاس في اي حاجة وده انتو بتبقوا عايزين ومش عايزين انه هما يعودوا جنبوكو او يوتروكو او يذكروا لكو حد فيكو يعني اهليكات متدخلة معايف موضوع المذاكرة ده؟ لا لا خلاص متمدين على ايه بقى الدروس ولا على نفسوكو ولا ايه؟ اكيد الدروس طوان وبعد كده احنا لما عادنا كمان من كورونا فكان فيه حبة كده بناعتمد على نفسنا قوي طيب هنتكلم فى موضوع الدروس وكتبت تكد الذروس ولا لا لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن السنوية العامة وازاي نعدي الشهر اللي فاضي علي المتحنات ونعدي كمان مرحلة السنوية العامة مستمرين معاكم لكنه هنروح لفاصل ونرجع نكمل Though that shirt raise In year — أحسن نتيجة ممكنة في الامتحانات وإحنا النهاردة بنتكلم مع بعض أوائل السنوات العامة معنا عمر وائل الأول على الجمهورية علم الرياضة وسهيل علام السادس على الجمهورية أدبي. إحنا فنتكلم قبل الفاصل على مسألة الدروس وكنتوا بتاخدوا دروس ولا لأ. وأنا متخيل أن كل الناس بتاخد دروس. الأول بياخدوا دروس أه أكيد بياخدوا دروس. سهيل أنت كنتي بتقولي أه بناخد دروس لكن بتاخدوا دروس قد إيه وبتذكروا عدد ساعات قد إيه. وأنا عارفة أن السؤال ده يبدو شوية. اللي بيذاكر كتير مش هيبقى عارف هو بيذاكر عدد ساعات قد إيه. لكن إحنا هنا بنكلم اللي بيذاكر نص ساعة أو ساعة يعني عايزين نقوله الموضوع إزاي ترتب. أوكي. بصية وبنزور الدروس هو طبعا كلنا كنناخد دروس الدروس هي مثلا ممكن تديكي بنسبة 80% أو 70% من الفهم للدرس أو أين كان الحاجة اللي بناخدها بعد كده من روح طبعا الباقي بيكون علي أنا في البيت. بعد كده حتة أنا بذاكر قد إيه بذاكر على قد ما القفل تبتعي في الآخر يجبني. يعني هو مش بنعود نحسب بعدد عدد الساعات بالزبط. بس مثلا أكون حتى جدول أنا الصبح النهاردة ورايا كذا خلصت في ساعة خلصت في تلاتة خلصت في خمسة مهم أنه هو يخلص. بتعرفي تذكري كذا مادة في اليوم ولا أنت بتذكري مواد معينة؟ لا أنا كسهيلة مش بعرف زكري كذا مادة في اليوم صراحة. لازم هي مادة أركز فيها ديها تركيزي كله أخلصها وخلص تمام. ممكن حتى أتذكر منها كتير بس هي مادة واحدة. طيب إحنا رأتي معنا على التليفون أستاذة رباب علي عبد الحليم والدة سهيلة مسألة خير عليكي وطبعا يعني أم من أمهات الأوائل ده شرف كبير وأكيد لكي دور كبير جدا في حياة سهيلة وهي لسه كانت بتتكلم على مسألة الأكل وإزاي بتاكل في الامتحانات والدعم للطلبة بيبقوا محتاجين وفي الشهر ده فارسلتك إيه لأولياء الأمور اللي عندهم سنوية عامة سنة دي ودخين على سنوية عامة خلال الشهر ده إيه نوع الدعم اللي ممكن يقدموا للولاد علشان يعدي الشهر ده على خير أولا مسألة خير أهلا بك ثانيا يعني أنا بتمنى لكل طلبة سنوية عامة سنة دي إن شاء الله ربنا يكرمهم وفقهم يعني ونفرح بيهم كلهم كده بجميع كبيرة ترضيهم وترضي أهليهم بإذن الله روجتة اللي أنا قدر أقدمها إن السنوية العامة سنة زي أي سنة إحنا اتفقنا أنا وسهيل عملنا ديب كده أول سنة إنها سنة عادية جدا مش هيبقى فيها سترس مش هيبقى فيها ضغط هنعمل المجهود المطلوب والتوفيق ده وبتاع ربنا وصحانة تعالى إحنا أفضل دخيني سنوية عامة إحنا مش توقعين إن إحنا نبقى من الأولي بس يعني إحنا تعبنا فربنا كرمنا إن إحنا بقينا من أولي السماعة أهم حاجة يعني أخذ الموضوع ببساطة جدا إنه في الآخر هو ترتيبات ربنا يعني يعني في الآخر إنت هتبذل مجهود هتلاقي ناسيك تفضل تضغط على أولادك في الآخر إنت هتوصلهم لمرحلة إنهما مش هيوصلوا لحاجة خالط يعني موضوع نازم يتاخذ بصورة هادية كده يعني يعني حضراتك كنت تتحلي بالقدر اللي أنا شايفة وسماعة ده من الهدوء أثناء الامتحانات يعني زي كنت بتقابلي سهيلة وهي عندها امتحان بكرة هل مثلا كانت بتصهر ساعات كتير مثلا لا بتنم بشكل منتظم والدنيا ماشية بشكل هادي ما فيش حالة التوارئ اللي بتكون موجودة جوا بيوت كتير خالص حقيقي ده أنا كانش عندنا لأن الناس بيبعندها نظر عن الأوائل اللي الناس كتير بتعملها يعني ما كانتش عندنا حتى أيام الامتحانات إحنا كنا بنحاول نكون أهدأ يعني أنا أنا فاكرة كان عندنا امتحان صعبة جدا هي جرجعت من الامتحان تقريبا شبه منهارة يعني فاختها وخرجنا وتفتحنا وروحنا وجينا قتل انسي اللي فات وخينا نفكر في الجاي دي طريقة مهمة جدا أنه إنت حاول تهدي هو أساساً بسترس يعني فأنا كمان هادفط عليها فده ما كانش بيحتل خالص نهي إطلاقاً يعني أهم بحاجة أنت تسيبه براحته يواجه اللي هو فيه ويسمع منه لحاجة أفضل يعني أنا شايفاً دي أفضل حاجة أنا بشكرك شكراً جزيلاً أستاذها رباب علي ويعني ربنا باركلك في سهيلة إن شاء الله تشوفيها أحسن الناس خليني أرجع لعمر وإدارة الشهر اللي قبل الامتحان ده موضوع مهم ويمكن فيه ناس كتير وأنا هنا تحديداً بتكلم على الولاد أكتر من البنات طول السنة شكل مذاكرتهم بالشبه الشهر الأخير ويقدروا أنهم يجمعوا بشكل كبير حتى لو كانت فايتهم حاجات يلحقوا أنهم يجمعوها في الشهر الأخير أنت كنت بتعمل إيه؟ وأنا يعني أنا كنت مخلص المناهج كلها قبل الشهر اللي امتحانات فمسلاً لو هو ليالي الامتحانات أنا كنت براجع مراجعة سريعة لمنهج كله وبسترس على الحاجات اللي كانت مثلاً واقع مني أو بكت بحلها غلط أشيحنا نحل عندنا كتير بس وفي نفس الوقت كنت بسيب وقت إن أنا بردو أوصل عن المذاكره يعني مثلاً من بكرة الامتحان فمسلاً أنا بوقف مثلاً مذاكر الساعة ستة بالليل لحد ما أنام مثلاً أوتفر اتناشر عشرة وتعمل إيه بقى مساعة ستة؟ عمل أي حاجة تانية غير لأنا لأن هذا القرار يعني عايز حد قلبه جامد لأنه طول الوقت إحنا ممكن تبقى مذاكر ومراجع وكل حاجة لكن وشك في الكتاب لحد اللجنة ما هو خلاص أسل يعني مش طول السنة اللي انت بتعمله في آخر 3-4 ساعات اللي هتفصل فيها دي وترايح دماغك هي اللي هتفرق معك قوي فإدي يعني خلي الراحة أولوية زي ما المذاكر أولوية يوم أنا بقى أعمل أي حاجة غير أن أنا بذاكر وحتى وانا رايح للجنة الصبح فيه ناس بقى بتفضل مسكة الكتاب وتراجع والحد على باب اللجنة وشدون لا أنا بظهر الصبح ولم أمسكش كتاب ما برجعش لو حد هايسألني على حاجة بقى بعض أشرحها له وأجاوبه بتذاكر لصحابك أو بتذاكر مع صحابك؟ مش بذاكر مع صحابي بس بذاكر لهم يعني لو حد بيسألني على حاجة أنا بقى بعض أجاوبه وأشرح له كده وده دي يعني طريقة مذاكرة كويس أنت ما تشرح الحاجة هتعرف أنت فاهم إيه ومش فاهم إيه ولو أنت فاهم هتزود لك الفهم أكثر بيفيدك يعني اه فأنا كنت برشرح لكتير من صحابي يعني كان بيبعتوا لي مثلا أسئلة وأنا الصبح أعد جاوبها له يا بقت صحابك طيب إحنا هنروح لفاصل أخير ونرجع نكمل كلامنا مع عمر وسهيلا خليكم استنينينا نستم كاملين مع حضراتكم وكلامنا عن الثانوية العامة أو الشهر قبل الامتحانات وممكن أقل من شهر خلاص على امتحانات الثانوية العامة وحالة التوارئ الموجودة جوه كل بيت مصري بسبب السنوية العامة زي نعذي المرحلة دي ونتكلم النهاردة مع القوائف يعني هم أكتر ناس يقدروا يقولوا لنا كانوا بيعملوا إيه قبل الامتحانات وفيه بالنقاطة مهمة كمان عايز أسألكو عليها النوم لأنه في ناس كتير قبل الامتحانات وخصوصا لليل المتحانات ما بيجلهاش نوم وممكن يكونوا شطار جدا لأنك من كتر التوتر إنه خلاص داخل على الامتحانات وقد إيه السنوية العامة دي يعني حد فاصل اللي جاي أنتوا كنتوا بتعملوا إيه فضالي بالنسبالي أنا لأ كان لازم ننام يعني مش مهم عدد ساعات النوم بس مهم إن أنا لازم ننام بس مش أقل من 6 ساعات كده كده لأن ده بيخليني أنا أعرف أركز أعرف أقدي أعرف أعمل حاجة أجمع المعلومة كمان بالضبط طبعا فأنا لو ما نمتش ما أنا هبقى أتعبانة فمش هزاكر فمش عمل حاجة فلا أنا لازم أنام زي ما بالضبط ما بذاكر يعني حاجة مهمة طبو عمر كنت بتعمل نفس الكلام بس هو مثلا قبل المتحان العربي اللي هو أول المتحان بقى كنت متغطر قوي فما كنتش عارف أنام كويس بعد أول المتحان هو أنا أصلا في العادي بتاعي أن أنا بنام بنام حبا حلوين يعني 9 ساعات مينمم بس فكد كده كده بنام يعني أن أنا على قد لابع نايم 9 ساعات قبل المتحان في ناس كثير قوي أنا عرفها ما هو النوم ده يعني بيفضل إذاك لحد الساعة 6 صبح ممكن يروح المتحان مطبق هو فاكر أنه هو يعني ده مش هيأثر عليه عشان هو مسام تعود بس هو فعلا بيأثر على واحد وعلى تركيزه لازم يكون نايم كويس قبل ما يروح المتحان طيب ممتك بتقول أنه إحنا ما كانش في مخططنا من إحنا بنبقى من الأوائل ودي حاجة الناس لما تسمعها بتستغرب لأنه الناس متخيلة أنه حد يطلع من الأوائل ده أكيد دي خطته وده شكل يعني تربيته وتعليه ومن هو صغير أنه أكيد هيكون من الأوائل لا هو خالص أنا بس قبل أي حاجة هو توفيق من ربنا طبعا تنظيم للوقت من الأول زي ما قلتلك هو بجد تنظيم أهم حاجة عدم مراكمة بذكر بجد بجيب أخري في كل حاجة ما كنتش يعني ببص خالص لمين بيجيب إيه حتى أنا برضو أكار النفس دي ما كانتش بتحصل خالص أنا بعمل لعليه وبعمل أقصى حاجة عندي فأقصى حاجة عندي دي جابتني في الآخر أن أنا أجيب مجموعة يعني ممتك ما كانتش بتقولك بانتخالتك ده خلت الكلية الفلانية ابن عمتك جاب لأنه ده يعني بيتقال جوه كل البيوت وفيه مقارنات طول الوقت ما بين الولاد العيلة وبنات العيلة ومين وصل لإيه لا بالعكس يعني لو حد قارن بالعكس ده بيبقى أصلا إحباطي يعني لو حد عملي كده مش معتقدش أنا كنت هقدي أساسا فلا كان أنا باللي أنا بعمله باللي أنا وصلت له فده كان سهيلة فده كان أحسن حاجة الصراحة طيب شايفين مرحلة الثانوية العامة زي بعد ما عدتوها لأنه أنا طول ما أنا في الثانوية العامة معظم الناس بتبقى شايفة أنه هي حياة أو موت يعني اللي جاي بعد الثانوية العامة كله مرتبط بنتيجة الامتحانات بعد ما دخلت الجامعة شايفين ده إزاي وشايفين إزاي نتيجتك في الثانوية العامة تؤثر على حياتك بعد الثانوية العامة هي هكذا هتؤثر بحبة ولكن ليس هتؤثر مثلما الناس فاكرة أو مثلما الطلبة فاكرين لأن هناك الكثير من بعضهم دخل هندسة وخلصها يلاقي نفسه مش حبيبها ويشتغل بشيء ثاني حاجة لا يوجد أي علاقة بمجاله وباختلاف المواقف لا يوجد علاقة ممكن تخش كلها وليس هذا الذي كنت مترجعها وتلاقي نفسك يا بتحبها أو ممكن لا تحبها ولكن عندك وقت أنت تأمل حاجة تعنيه أصلا غير الدراسة خالص وتنجح فيها ودي تبقى دي هي حياتك وهي دي كريرك يعني وإنت اخترت هندسة وكنت حبيبها آه يعني أنا كنت عايز كمبيوتر ساوينس بس أنا دخلت هندسة كمبيوتر فعني نفس المجال انت جالك منحة للجامعة الألمانية شايف ده كان في مخططك يعني أنت كنت عايز كده كان إيه الجامعات في خيالك لأنه مشكلة أن إحنا بإحنا في سنوية عامة نبقى شعر فيه إحنا عايزين إيه أصلا وكمان السن وإنه أنا مؤهل إن أنا أخد قرار هو أنا مفعب أمهندس وأنا المفروض أدخل كلية تانية ما بيبقاش سهل هو ما بيقاش سهل بس يعني أنا كان في مخططتي يعني ما كنتش بفكر في جامعة معينة يعني كلية يعني كانت غالبا هندسة أو كمبيوتر ساوينس يعني الاريا دي عشان أنا كنت شايف نفسي بفهم في حيثة الماس والساوينس والكلام ده فخلاص يعني واضح أنا مفروض أمشي إزاي والحمد لله يعني بعد ما دخلت هندسة فالدنيا ماشي يعني شايف إن إنت أخدت القرار الصح يعني وكان أهلك مشتركين معك في القرار ده؟ آه وما كنونش عايزيني أخش كمبيوتر ساوينس كانوا عايزيني أخش بقى هندسة هندسة كل الأهل المصري عايزين ولدهم أطباء ومهندسين بغض نظر عن الاخترافة يعني هندسة كمبيوتر عسمة البلد بالنص بس طيب سهيلة إنت اخترت الجامعة إزاي وكمان إنت وغدا منحة في الجامعة الألمانية استقبلت الموضوع ده إزاي؟ احكي لنا كده كانت أجواء الاختيار الكلية إيه؟ لأنه أنا لو عارف أنا عايز إيه من سنوية عامة هيبقى عندي هدف عارف إزاي هوصله فالموضوع هيبقى أهدى مش هيبقى في حالة العصبية اللي موجودة والتوتر اللي موجود بسبب الامتحانات أقول لك أنا أصلا في الأول كنت عايزة إعلام أو سياسة وقتصاد حاجة في الحتة دي بعد ما جاءت النتيجة لقيت إن أنا جايلي من حال الجامعة الألمانية إن أنا أدخل بزنس بدأت أدور في مجالات البزنس والجامعة الألمانية كمان يعني معروفة ومشهورة ومعروف دراستها إزاي هي استريكت وإزاي هي كويسة فبدأت أدرس الموضوع صح لقيت إن أنا لأ يعني أنا هبقى مبسوطة برضو في بزنس مش هكون متضايقة خالص ولقيت إن ربنا يصر لي طريق أنا ما كنتش حطاه في مخطتي خالص هو بجد طريق أحسن من اليوم مرة من اللي أنا كنت حطاه في دماغي يعني كنت بعد أدعي إن أنا أخش إعلام في الآخر أنا بجد في مكان الصح حسن أنا في مكاني مضبوط فعشان كده أي حد بيفكر في حاجة معينة لو ما جاتلوش هيلاقي في الآخر إن ربنا بجد يصر له طريق هو ما كانش بيحلم به أصلا وهو ده مكان وهو ده الحتة اللي المفروض يتحط فيها ولو الدنيا يعني اجتمعت عن هي إن هو يوصل في حتة فهي تكون ديفاً طب دي نقطة مهمة قوية سهيلة موضوعنا يبقى عندي مرونة إن أنا تقبل التغيير يعني أنت هنا كان عندك المجموع اللي يؤهلك إنك تخشي سياسة واقتصاد أو إعلام ودي كليات القيمة بالنسبة للقسم الأدبي لكن أنت اختارتي بوجود المنحة في الجامعة الألمانية إنك تدخلي بيزنس وهنا ده شيء مهم جداً إنه الناس اللي ممكن بقى المشكلة عندها تكون مشكلة مجموع ما جابش المجموع أو ما جابتش المجموع اللي يؤهلها ليه للتحق بأي الكليتين اللي انت كنت تتكلمي عنهم إعلام وسياسة واقتصاد بيبقى عندهم حالة من الأحباط الشديد وكأنها نهاية الدنيا والأهالي بيبقى عندها حزن شديد وكأن الإخفاق ده مفيش نجاحات تانية أنت النهاردة جاي بتقولي لهم إنه لا فيه اختيارات ممكن تكون مش في بالنا لكن تحسي بنجاح لما تدخلي الجامعة نهاية هو طبعاً لازم الأول هيكون زعلان على أن هو عاوز حاجة معاناً بيوصلهاش دي طبيعة الإنسان ما فيهاش اختلاف بس أنا دلوقتي لو فكرت فيها بعقلانية شوية هلاقي إن حتى لو أنا مجموعي اللي أنا كنت عايزة ما جاليش ربنا حطني في حتة خلاص الحتة دي أنا شوفها أنا أعمل أقصى ما عندي فيها أقدي فيها أسعى فيها هلاقي في الآخر إن فعلاً ربنا مش هيحطني في حتة مش بتاعتي ومش هي اللي غلط لا بالعكس وهيحطني في الحتة الصح اللي أنا هعمل فيها مجهود وهوصل فيها النتيجة بس ده بيبين مع الوقت ده محتاج صبر محتاج إن أنا أتقبل فكرة إن أنا أو ده مش اللي أنا عاوزه بس ده اللي ربنا عاوزه فهي هنا بتكون بس من جوة شوية طيب أخيراً كده كل حد فيك يقولي الطلبة قبل الامتحانات كده الفترة اللي جاية دي رسالة إيه رسالتكم من غير يعني ما نبقى بنديهم نصايح لأنه بالتأكيد كل واحد بيبقى شايف إنه اللي عد التجربة دي خلاص مش حاسس بيه لكن إنتوا لسه معديني التجربة التجربة دي فرش يعني فتقدروا تقول لهم إيه قبل الامتحانات ما هتوتروش يعني ربنا مش هيدعيه على تعبك اللي أنت هتعبت طول السنة وزي ما سوهيلة قالت يعني ربنا هيختار لك الخير وتفر إيه النتيجة حتى لو أنت مش شايف إن فيها الخير بس أنت لو اقتنعت بالكلام ده هتبقى مش متوتر وهتحل أحسن ما أنت المتخيل يعني والحياة جوه الجمعة واختيارك للأقسام جوه الجمعة فرق معاك وأعتقد أن أكيد دماغك نفسها فرقت بعد السنوية العام بتفرق آه يعني بعد السنوية عامة بتحس أنت يعني فتحت أكتر على الدنيا وعلى المجالات وعلى كده فبرضو ببجرون سنوية عامة هيأثر في اختيارك في الحاكلات بعدين يعني وسوهيلة تقول لهم إيه أنا أقول لهم إن هم يعني مهما يتخبطوا ويحسوا إنهم مثلا لو هم دلوقتي الدنيا بتروح منهم والدنيا واقعة منهم شوية عشان الفترة دي فترة أحباط بشع فلا أنا مش لاحق أنا مش مخلص أنا 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 زاكرته نانسيته ده كانت بجد مشكلة بالنسبالي اللي ولا أنا أخش نتحمش فاكرة حاجة فلأ خالص أنت ربنا بيقف جنبك في كل وقت وفي كل دقيقة وفي كل وقت أنت تعبت فيه وربنا بيردلك ده فبجد يعني يستعينوا كده بالله ويخشوا كده بألبوم جامد وما يتوتروش برضو زي ما عمر قال وما يقلقوش وإن شاء الله إن شاء الله بجد محدش يعني سعيه بيروح في حتة غلط مش بتاعته فبس أنا اتشرفت بيكم النهاردة ويعني إن شاء الله نشوف كوادر مسرية مشرفة في كل المجالات لأنه أوائل السنوية العامة دول إحنا بنبقى شايفينهم يعني ممبر مهم جدا جدا داخل كل يعني طريق هم مشوا فيه بنبقى منتظرين منهم ما بعد السنوية العامة فأتمنى لكم التوفيق سهيلة أعلام وعمر واقل شكرا جزيلا على وجودكم النهاردة معنا في التساعة شكرا لحضرتك إن شاء الله يعني الفترة اللي جاية لحد الامتحانات تعدي كده بهدوء وبدون توتر على كل البيوت المصرية والولايات كمان يعدوا فترة هادية علشان يقدروا يقدوا كويس فيه انتحانات السنوية العامة النهاردة كنا معاكوا في التساعة بشكرك شكرا جزيلا على المتابعة ودايما نشوفكوا على ألف خير